السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دفصلنا الجديد هو التسمى للحصة الأولى للنص القرائي مالحضارة مجال الحضاري الوحدة الثالثة مستوى ثلثة إعدادية سنبدأ في تحليل نص مالحضارة أولا نبدأ بتقطير النص صاحب النص الدكتور شوقي أبو خليل كاتب وباحث سوري له العديد من المؤلفات أشهرها كتاب الإسلام في قفص الاتهام مصدر النص كلمة تقديم للترجمة العذبية لكاتب قصة الحضارة وول ووريل بيورانت ملاحظة العنوان العنوان جملة إسمية تبتدئ بماء الاستفهامية الخبرية وقد جاء في محل رفع خبر مقدم والحضارة مبتدأ مرفوع مؤخر دلاليا يشير العنوان إلى محاولة فهم معنى الحضارة الحقيقي الحضارة الإنسانية التي تشمل الكون بكامله ملاحظة الصورة تشير الصورة إلى المسجد الأعظم بأصبهان بإيران هذا التراث الإسلامي الزاخر بكل معالم الحضارة الإسلامية بني سنة 71 سبعمائة ميلادية وهدم في القرن الحادي عشر وثم إصلاحه وثرميمه خلال القرن العشرين ويعتبر تروة راتيها إلى شاهدة على تفوق المسلمين للنسيج العمراني بداية النص كان العنوان عبارة عن سؤال وبداية النص محاولة الإجابة عن هذا السؤال بأن الحضارة الحقيقية هي التي تشيد وتبني على أساس المبادئ الإنسانية من تعايش وتسامح مجسدة الأفكار الإنسان التي تخدم الإنسان ككل نهاية النص إشارة من الكاتب أن مفهوم الحضارة قد انحرف عن معناء الحقيقي وأصبح ذلك الذي يجسد الهيمنة والسيطرة على الشعوب المصدعفة مما أدى ذلك إلى عدم الارتباط بكل ما قدمته الآلهة من أجل فهم الطبيعة وهو يقصد مفهوم الحضارة إبانا الحضارة الكونية الصناعية أي عصرنا الحالي فردية النص من خلال ملاحظة العنوان والصورة نفترض أن الكاتب سوف يتحدث عن الحضارة الإسلامية والتهميش الذي تعرضت له أثناء تصنيف حضارات العالم وترتيبها فهم النص إضاحات لغوية نتمم شرح الإضاحات اللغوية هو حفرة حيادي محايد أي لا ينتمي إلى جهة معينة يحل الأمور بالأدلة والحجاج والموضعية بلاد الرافدين نهر الدلتا والفراث في العراق وبلاد الشام هي سوريا حاليا وبلاد النيل مصر والسودان وأحيانا في الخريطة حتى إيتوبيا وهاجة مضيئة مشتعلة معنى النظريات هي مجموعة من الأراء والأفكار نتيجة الملاحظات للدواهر الطبيعية المجاز هو الطبع مهدت بدأت لهم سهلت لهم ترقت تطورت ثمت عالت هناك بعض الشخصيات لا بد من التعريف بهذه الشخصيات مذكورة في النص مثل جورج سارتون هو كيميائي عالم كيميا مؤرخ أمريكي ولد ببلجيكا ويعتبر مؤسس تاريخ العلوم أشهر كتبه مقدمة في تاريخ العلوم وذي غيرد هونكا هي مشتشرقة ما معنى مشتشرقة أنها مفكرة غربية تتكلم العربية باحثة عن ثقافات شعوب الشرق كنقوله الفكر الاشتشراقي يعني المشتشرقة يعني كيتكلم باللغة العربية أو لغة أي لغة كيهدرها الناس اللي سكنين في الشرق الأوسط وكيبدو يديروا دراسة لذيك المنطقة وبحوث والتقافة والعدات والتقاليد والجينات والويراتات والأقدمية فين وإلى آخرين وكي تسمى هم مستشرقين هي ألمانية معروفة بكتاباتها الموضوعية حول الفكر الإنساني كانت لها نظرة معتدلة عن الإسلام كتبت عنه الكثير أشهر ما كتبت شمس العرب تصطع على الغرب وليام أويرل طبيب مختص في علم الورطة والجينات وأيضا له مواقف معتدلة ولم يقصي العربة المسلمين في الدور الكبير الذي لعبوه في تطوير الحضارات الغربية مضمون النص النص يتحدث عن مفهوم الحضارة التي تأخذ أشكال الحياة وأساليبها وأن الإنسان بتفكيره المنظم استغلت طبيعة للوصول إلى حياة أفضل وأن الحضارة مرتبطة ببعضها فهي في النهاية حصيلة جهد إنساني إلى اليوم إلى أن الغرب نظروا على أن الحضارة من اختصاصهم دون غيرهم مما جعل بعض الحضارات التي عرفها التاريخ لا تأخذ حقها في الاعتراض وفي الترتيب العالمي من بين حضارات العالم بالنسبة للفكرة العامة إبراز الكاتب للمعنى الحقيقي لمفهوم الحضارة الكونية والإنسانية وإنصاف الحضارة العربية الإسلامية الأفكار الأساسية التعريف بالحضارة ودورها الشامل في خدمة الإنسان في مواجهة الطبيعة عتاب مفكري الغرب في إقصاء حضارة كان لها الضور في ازدهار الحضارة الغربية أي أقصد الحضارة الإسلامية دور المنهج والبحث العلمي الذي ظهر مع العرب المسلميين والذي ساهم في تطوير تاريخ العلوم عند الغرب موقف الكاتب من المفهوم الجديد للحضارة الصناعية الكونية الحقول الدلالية سيطر على النص حقلان دلاليان يتمثلان في الألفاظ المهيمنة على النص حقل تطور الحضارة الاكتشاف الاختراع التفكير التنظيم العمل الأفكار المنهج العلمي روح البحث التدقيق حقل انهيار الحضارة موت الأخلاق والروح واختناق وعدم الاعتراف والتعايش الخروج عن الدين واتباع السلطة والبطش والبقاء النص عبارة عن مقالة حجاجية طرح فيها الكاتب وجهة نظره حول التعريف الحقيقي للحضارة وأنه ليس من العدل إقصاء طرف فيتكوين هذه الحضارة لأن الجميع شعوب العالم ساهمت في تكوينها لأن ذلك له ارتباط بالإنسان الذي لا يمكن أن يبني حضارة بكاملها وحده دون الآخرين أو بمعزل عنهم وذلك بأسلوب اعتمد فيه ألفاظ التوكيد على صحة نظريته باستخدام أدوات التوكيد إن الحضارة ويلمس الدارس لقد ترقت أمر طبيعي مزودا ذلك بأدلة حجاجية أن العربة اعتمدوا على المنهج العلمي والغرب جحدث ذلك مؤيدا طرحه للقضية بحجاج بأقوال علماء وباحثين في هذا المجال كويليام وولسر لأن أشعل العربة سراجهم من تقافة اليونان فإنهما لبسوا أن أصبحوا شعلق وهاجى استضاء بنورها أهل الأرض وكما أنه وضح لنا دور الحضارة العربية القديمة في بلاد الرافدين يعني بابل حضارة البابلية وما أروعها وبلاد الشاب وواد النيل التي كانت هنا واث الحضارة اليونانية إذن النص زاخر بأمثلة وأدلة وطعمها بقول الفيلسوف الإنجليزي يجود إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة بالآلهة ولكننا نستعملها بعقول الأطفال والوحوش وهذا الأسلوب الصاخط على الغرب الذين لم يحسنوا تصوير الحقيقي لمفهوم الحضارة الإنسانية على أنها هي بقايا بقايا المخلفات بقايا مادية لمخلفات إنسان عاش يعني منذ أن وطأت قدماه على الأرض عاش وكافح من أجل أن يتغير إلى حياة أفضل حتما ينهار ولكن يأتي جيل آخر يتمسك بما وصل إليه هذا الأخير من جهد ليواصل المسيرة وبناء حضارة أخرى فالحضارة لا تنتهي حينما تشيخ حضارة تولد حضارة أخرى وهكذا الحياة إلى أن يريد الله الأرض ومن عليها في نهاية هذا النص نستطرق إلى تركيب بسيط بالنسبة للقيم التي يتضمن عن نص قيمة أدبية هذا المقال الحجازي ززء من أضخم إنتاج عالمي أدبي اسمه قصة الحضارة وذلك بأسلوب حسن موضوعي مترابط من حيث أذكاري بحجج وأدلة قيمة حضارية النص أوضح لنا حقيقة الحضارة وأنها تقوم على أفكار الإنسان ومبادئه وهذا ما يميزها عن باقي منظومات الفكر الإنساني لأنها صالحة لكل زمان وفي كل مكان تركيب النص استهل الكاتب مقالته الحجاجية أن الحضارة بنيت عبر محاولات الإنسان للاكتشاف الوجود الطبيعي الذي وجد فيه ولكي يتلاءم معه لا بد له من التفكير المنظم والعمل الجاد والاختراع والابتكار والعمران وتعرض الكاتب إلى موقف الغرب اتجاه أهم مرحلة إنسانية في تاريخ البشرية الحضارة الإسلامية العربية وأن هذا التهميش للحضارة الإسلامية لا يناسب التمدن أو التحضر الذي يدعيه الغرب لأن الحضارة في حد ذاتها ما هي إلا أساس أو بنية فكرية مشتركة أساسها وأعمدتها الإنسان فهو الذي شيد وبنى وهو الذي هدم وأزال إن العرب أو المسلمين ساهموا في تشيد هذا الصرح الإنساني باختراعهم للمنهج العلمي بين قوسين بن رشد كنموذجا لذلك والخوارزمي وابن الهيتم وابن ماجد والززري المهندس الميكانيكي لقد كان المسلمون رواد في العلوم والاكتشاف ومهدوا الطريق وعبدوها للغرب نحو التطور وأشرقة الشمش كان في الغرب بدلاً من الشرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر